موعد المباراة النهائية لكأس أفريقيا لأقل من 17 سنة بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال الموعد التوقيت القنوات النقلة مشوار المنتخبين وصولا إلى نهاي كأس أمم أفريقيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية عايزين نبارك مرة واثنين وثلاثة لمنتخب المغرب الشقيق على وصوله التاريخي لأول مرة لنهاي كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة ليضرب موعدا مسيرا وقويا وفي ندية قوية جدا أمام منتخب السنغال الكبير وبالتالي جينا في الفيديو ده نقول لحضراتكم الموعد والتوقيت وكل شيء عن تفاصيل المباراة لكن خليني أذكر حضراتكم بالمشوار الحافل للمنتخبين وصولا للمباراة النهائية منتخب السنغال كان متواجد في المجموعة الأولى من دوري المجموعات وبالتالي كان معه منتخب الجزائر ومنتخب الصومال ومنتخب الكونغو منتخب السنغال قدر يفوس في الثلاث جوالات في الثلاث مباريات في المجموعات فاز في المباراة الأولى على منتخب الكونغو واحد مقابل لشيء في المباراة الثانية فاز على منتخب الجزائر المستضيف ثلاثة مقابل لشيء وفي المباراة الثالثة فاز على منتخب الصومال تلاتة أيضا مقابل لاشي تسع نقاط بدون أي هزيمة في المجموعات قدر يفوز منتخب السنغال بالتلات مباريات ولم يستقبل ولا هدف في المجموعات بعد كده تأهل السنغال في المركز الأول ليواجه منتخب جنوب أفريقيا اللي كان طبعا في المجموعة الثانية في صاحب المركز الثالث ليستطيع المنتخب السنغالي أيضا في ربع النهائي يفوز على جنوب أفريقيا خمسة مقابل لاشي ويواصل الإبداع ويواصل التفوق بعد كده في نصف النهائي استطاع منتخب السنغال أن يفوز على منتخب بوركينا فاسو بدربات الجزاء الترجحية بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي واحد مقابل واحد يستطيع السنغال أن تفوز على بوركينا بدربات الجزاء الترجحية خمسة مقابل أربعة أما مشوار المنتخب المغربي في دور المجموعات كان متواجد في المجموعة التانية رفكة كل من جنوب أفريكيا ونيجيريا وزامبيا المغرب في أول مباراة في الجولة الأولى فازت على جنوب أفريكيا 2 مقابل لشيء وفازت في الجولة التانية على نيجيريا 1 مقابل لشيء وفي الجولة الأخيرة بعد أن أرح سايد شيبة كل الليعبي الأساسيين كانت هزيمة أمام زامبيا 1 مقابل 2 ليصعد المنتخب المغربي لمواجهة المنتخب الجزائري في طبعا دور ربع النهاية واستطيع المغرب أنها تفوز على الجزائر المستضيف للبطولة 3 مقابل لشيء وبعد كده المباراة اللي انتهت منذ قليل المغرب فازت على مالي بضربات الجزاء الترجحية بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة سلبية 0 مقابل 0 والمغرب بتفوز بضربات الجزاء بعد تفوق الحارس طه بن هزيل اللي قدر يخلي فرقته تروح للنهاية لمواجهة السنغال موعد المباراة هو الجمعة القادم 19 مايو 2023 19 خمسة 2023 الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على مرعب نيلسون مندلة بالجزائر ان شاء الله القنوات النقلة هي قناة المغربية الـ TNT الرياضية وايضا قناة BN Sport رقم 3 وايضا قناة الجزائرية الأولى ان شاء الله الجمعة القادم نحتفل مع بعض ونطلع نبارك لمنتخب المغرب أشبال الأطلس بحصوله على كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة بعد ما وصل إلى كأس العالم وضامن مكانه خلاص في كأس العالم يسعى الآن أبناء سعيد شيبة إلى تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لأقل من 17 سنة مليون مبروك للمتخب المغربي ان شاء الله يفوز بهذه البطولة اكتب لي توقعاتك في التعليقات للقمة المرتقبة من بين السنغال والمغرب ما تنساش لايك للفيديو اشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته